في رئاسة قدس الأب الدكتور أشرف النمري الأمين العام للأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في الأردن احتفل في مدرسة راهبات الوردية بمرج الحمام افتتاح العام الدراسي الجديد بحضور عددا من أعضاء الهيئة الإدارية للأمانة العامة وبعضا من الأخوات الراهبات شاكرين للهيئة التدريسية محبتهم وصدافتهم لهذه التدريبات التي تقوم بها الأمانة العامة في بداية كل عام دراسي لتهيئ معلميها لبدايات تطبيق رسالتهم السامية ومواكبة التطور العلمي والتعلمي من خلال الانخراط في تبادل الخبرات بين المعلمين والمعلمات شهد الاحتفال 150 معلما ومعلمة يمثلون 50 مدرسة من كافة محافظات المملكة